تتحدى السيدة خديجة فروش المختصة في صناعة الأجبان الطبيعية كل الظروف في سبيل صناعة جبن طبيعي بطريقة تقليدية وقيمة غذائية وطعم يتلذذ به كل من يتذوقه فهي تقضي ساعات من اليوم تعمل بكد من أجل الحصول على نتيجة مرضية حاليا بديت المشروع هذا بديته في 2018 2018-2019 خدمنا عشرين تحت الكوفيد حبست بديت عامين حبست ذرك ان شاء الله انتلقت في المشروع كانت عندي مشكلة في المادة الأولية مشكلة تعي في المادة الأولية كما لقيتش المادة الأولية وما لقيتش واش ذرك ان شاء الله يا ربي وفقنا ونكمل في المشروع انتعنا أنا ذرك عندي ثلاث نواع فرماج نخدم فرماج قودا ونخدم فرماج كريمي هذاك طلي ونخدم فرماج قريال وتمتهن ابنة بلدية عين الطويلة بخنشلة التي تعد واحدة من بين الشابات الطموحات في هذه الحرفة منذ سنوات حيث أصبحت تتفنن في استخلاص ألذي الأجبان المتكونة من مادة أساسية وهي حليب البقرة الطبيعية ذرك الحمد لله راني عندي مادة أولية راني نوجد رمضان هاكم تشوفوا في الحليب هذا راني نوجد فيه رمضان إن شاء الله يدخل علينا بالخير والعام إن شاء الله يكون علينا عام خير نوجد فيه وعندي إقبال على الفرماج على الحليب علبني على البوهزة على الزبدة عندي أنا ما عندي مشكلة لدينا المادة الأولية نقدر نخدم كلش نقدر نخدم كونتيتي كبيرة ونسوقها هذا وتطمح خديجة إلى تطوير مشروعها ونشر ثقافة استهلاك المنتجات الطبيعية وكذا توسع نطاق هذه المنتجات وتسويقها عبر العديد من المناطق